واحدة من المبادرات التوعوية المهمة جداً للسيدات هي أنتي الأهم هذه المبادرة تم إطلاقها للاهتمام بصحة المرأة سواء على المنصات الرقمية أو على أرض الواقع في الشارع المبادرة قدرت أنها توصل لعدد كبير جداً من السيدات عشان تقدم لهم رشدات طبي عن إزاي هتموا بصحاتهم على المستوى الطبي الرياضي كمان تقديم الدعم على المستوى الاجتماعي المبادرة سهمت بالفعل في أنها تنظم مجموعة من الفعاليات عشان رسالة الطبية المكثفة تقدر توصل لكل سيدة مصرية في المجتمع أو للأغلب الأعام بيحاول يوصلوا بيحاول يوسعوا كمان دائرة وصول المعلومات دي لأكتر عدد ممكن من السيدات خلينا نعرف تفاصيل أكتر هنعرفها من ضفتنا في الستوديو الدكتورة رحاب محمود الفخراني المنصق العام لمبادرة أنتي الأهم صباح الخير يا دكتورة صباح الخير صباح خير صباح يا حضراتكم يا أهلا بيك صباح وجودنا النهاردة معيكم أهلا وسهلا بيك لما نيجي نقول في مجموعة من رواد العمل المدني والمجتمعي مهتمين جدا أنهم يأسسوا مبادرة أنتي الأهم ومهتمين جدا أن رسائلها توصل لأكبر عدد ممكن من السيدات قولنا الحكاية جاءت إزاي حضركم مبادرة أنتي الأهم هي مبادرة مصرية بدأت من خلال مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بدأت ونشأت من خلال سائط الصاوي ومن خلال النوادي والمولاد لما كنا بننزل للتصقيف ورفع الوعي بدأنا نقابل الفتيات والسيدات بصفة عامة حسينا أنهما بيبقى لهم دايما إحتياجات خاصة مختلفة ويبقوا دايما محتاجين حد يمثلهم شبههم وحاسس بمشاكلهم أكتر زيهم ومن هنا جاءت فكرة أنت الأهم أنت دايما أنت الأهم عندنا وفعلا كانت سفرة الحملة بدأت معنا الفنانة ياسمين صبري لإيمانه الكبير بالحملة ومن بعدها تاليها العديد من الفنانات المصريات والمؤسرات في الرأي العام والصحفيات والإعلاميات وبما دوت بقى القوى النعمة اللي بتساعدنا بوصول الرسالة بتاعتنا وزي النهاردة ما حضرتكم بتساعدونا أن صوتنا يوصل لعدد سيدات أكتر وفتيات أكتر جاءت مبادرة أنت الأهم لتلبي احتياجات أكتر رفع الوعي التمكين السحي التمكين الرياضي أكتر لعدد من الفتيات ومن السيدات من خلال عدد كبير من المبادرات والفعاليات زي ما عملنا مبادرة بلط وقبيض لمواجهة الختان ودي كانت أول مبادرة مصرية بوجود عدد كبير من طلبة وعادة من طلبة كلية الطب الاتحاد الفيترالي طلبة كلية الطب الـ IFMSE وعدد من الأطباء لمواجهة الختان وفازت بجائزة أحسن مبادرة من اللجنة الوطنية للختان وتم تسليم الجائزة من خلال مجلس القومي للمرأة التوعية عن أيضا الصحة الإنجابية تنظيم الأسرة التغذية السليمة أثناء الحمل عملنا مبادرات وفعاليات أخرى أثناء الكوفيد والكورونا في الوسائل المواصلات الأنيميا وكان دايما عندنا أسلوب جديد اللي هو التوعية بالترفيه من خلال مثلا زي الكوميكس سوبر حامل اللي ست في خلال الحمل إذا تتغذى إيه اللي تاخده إيه العداد الصحيحة والعداد الخاطئة ومش كتر أكل عشان ما تزيدش وزن على الفادي لا هو فيه أكل مخصص صحيح هو دال المفروض تخديه برضو عملنا قصة تانية وكان بسيطة اسمها ليلة تتحدى الأنيميا إن معظم الفتيات والسيدات في مصر بتعاني من الأنيميا بسبب اختيار برضو أغذية خاطئة فده بيأثر عليها كأم بعد كده وأيضا بيأثر على الجنين والطفل اللي بيحصل بعد كده شاركنا في مبادرات كبيرة زي الألف يوم الزهبية ودي مبادرة رئاسية اللي برضو ليلة تباعد ما بين كل طفل وطفل المدة سنتين والعديد بقى من المبادرات الأخرى جميل جدا فكرة الوجود على السوشيال ميديا غالبيتنا دلوقتي ممكن ياخد معلومات من السوشيال ميديا لو نتكلم عننا كرجالة ممكن ندخل نشوف تمرين مثلا بتاعة جيم مثلا على السوشيال ميديا فحد يعمل تمرين أنا مش عارف هم مختصة ولا لا بس بشوف الفيديو باخد التمرين بروح أعمله ممكن أقزي نفسي بسبب ده وغيره غيره من المجالات فهل انتو موجودين على السوشيال ميديا للرد برضو على بعض الناس اللي تدخل تعمل فيديوهات عن صحة المرأة وفيها حاجات كتيرة جدا ممكن تضر المرأة سواء كانت صحية أو غيره طبعا ده موجود وخصوصا لان انت الأهم عندها مجموعة كبيرة من الأطباء والبرد معظمه كله طبيبات وأطباء فده بنقدر نوظف الرسائل الصحيحة الطبية اللي يعني زي ما حاكمة بتقول مخصصة لكل فئة عمرية وكل حسب كل احتيال وده بنشوفه مثلا في حملات للسكر في حملات أمراض القلب والضغط في حملات أخرى لصحية الحامل في حملات كل حملة بتبقى لها فئة عمرية مستهدافة بتبقى لها رسالة مخصصة خاصة بيها يعني مثلا في رمضان كنا عاملين عيادة قصص في العيادة عشان السكر مثلا مريضة السكر إذا تقدر تتعمل إذا كانت حامل إذا كانت سنها كبير إذا كانت طفلة في مدرسة كل في عمرية بنحصص لها مجموعة حلقات حسب احتاجها بنوصل لها الرسالة الصحيحة اللي تقدر تتعامل بيها وطبعا احنا يعني طول الوقت بيجينا رسائل احتياجات مختلفة بتبقى بتجينا طبعا على الخاص بنقدر نوجيها للطبيب المختص في حالة نظام حكمة بتقول إنه ممكن تكون الرسالة مش مناسبة للشخص ده فبنقوله لا مش شرط إن الرسالة دي تتماشى معاك فساعتها بنوجهك للطبيب أو الطبيبة المختصة وده بيكون الخدمة مجانية تماما يعني أنتوا بالفعل بتقدروا تقدموا الدعم في بعض الحالات اللي ممكن تكون عندها مشكلة صحية ومش عارفة تتواجه فين أو تتصرف ازاي مظبوط يا فاندمو ده حتى احنا عملناه في المبادرة الخاصة المصرية لاستخدام الإشارة لضعف السم ودوت من خلال مجموعة من الفيديوهات المخصصة لمرضى الصم والبوكم لتوجيههم مثلا عند الأطباء وده عملناه مع نقابة العامة الأطباء الأسنان بمصر إن اكتشفنا إن معظم المواطنين اللي بيعانوا من الصم والبوكم فهم عندهم مشكلة في القراءة والكتابة فلما بيروح حتى عند طبيب ما بيعرفش يكتب له هو أي مشكلته فبدأنا نعمل مجموعة من الفيديوهات باستخدام الإشارة عشان حتى لما هو يروح عند الطبيب يقدر يفتح الفيديو ده وده كانت وسيلة مبتكرة جديدة برضه أخرى إن هو يبقى بيوجه رسالة وبرضه نفس الكلام الدكتور يفتح الفيديو اللي موجه لرسالته بنفس الطريقة وبرضه أيضا سيدات من غزة إخواتنا في مصر حاليا دلوقتي بنوجه لهم كل الدعم الصحي سواء حالات النساء أو الولادة أو الأطفال أو مريضات القلب كل دولات وإحنا معاكم لو في أي حالة محتاجة أي دعم إحنا متواجدين على الطول يقدر يبعطوننا على الصفحة وهنوجه لهم كل الدعم الصحي طيب إيه طبيعة الدعم الرياضي المقدم للسيدات؟ حضرتك الرياضة شيء مهم جدا ومن أهم أدوات التمكين الرياضي للمرأة خصوصا إن في بعض المجتمعات اللي بتعتبر إن الرياضة عيب للفتاة إنها تلبس لبس رياضي إنها تنزل تتدرب يعني شايفين إن ده مش ممكن يكون أولا احتماماتها وده كان سبب إن إحنا إن مبادرة إنتي الأهم تقوم بتتشين لأول مرة في مصر اليوم الرياضي للمرأة المصرية وكان 16 مارس 2021 تحت رعاية حرم الرئيس ومن ذلك اليوم معالي وعجود السباب الرياضة أستاذ الدكتور أشرف صبحي وهو تبنى إنتي الأهم الرياضية وهذا اليوم وتم تتشينه بحي الأصمرات وهدفنا كان إن إحنا نبدأ اليوم ده في مكان بسيط مع ناس بسيطة ونحسسهم بأهمية الرياضة للفتيات والسيدات وهم فعلا نزلوا وشاركوا معنا وكان في وجود نخبة كبيرة من نجوم الرياضة من الفتيات والبطلات الرياضيات الأولمبيات والبراليمبيات ونائبات البرلمان اللي بيجمثلوا الرياضة في مصر وكان يوم حافل وتم تكراره كل سنة دلوقتي وبنحتفل به ثانيا بدأنا نوظف الرياضة أيضا للتوعية عن الأمراض زي مرض القلب وعملنا احتفالية باليوم العالمي للقلب من خلال مرسوا للمشي وكان تحت شعار نبضك حياة وده تم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال إطلاق المراكب الشراعية في وسط النيل وان الشباب والفتيات رجبوا المراكب ومشوا وشافوا الشراع باسم اليوم وده كان اطفاء بهجة وتوعية وخصوصا ان مرض القلب هو يعني الخطر الأول قبل سرطان السادي وان فيه معتقد خاطئ عند معظم السيدات والفتيات انه هو المسبب القاتل الأول بالعكس احنا بنصحح المعلومة دي مرض القلب هو الرقم الأول من معدل الإصابة لو بنقول ان كل مئة ألف بيحصل منهم 110 حالة وفاة من مرض القلب ومية واحد من مساببات الأورم السرطانية ايضا بدأنا نستخدم الرياضة في التوعية عن مرض السكر من خلال الرياضة العجل ومن خلال ايضا مارسونز رياضي للفتيات والسيدات فبدأنا أيضا نوصف الرياضة للتوعية عن الأمراض يعني انتم عملتوا دمج ما بين أكتر من مبادرة من مبادراتكم اشتغلتم عليهم مع بعض أورادي كنتم بتقدموا نوع من أنواع الدعم لمريضات القلب وبالفعل كنتم بتقدموا دعم لمريضات السكر وبتقدموا دعم للرياضة النسائية عملتوا دمج ما بين الاتنين بحيث ان الرياضة تدعم المريضات في نفس الوقت تتبقى نوع من أنواع العلاج والأضافة للتوعية بفوائدها مظبوطة فانتو طيب احنا شايفين كمان أنه فيه دعم اجتماعي طبعا أكيد أنه برضو أيضا أنه من حاجات اللي من الناس بتهتمي بيها الدعم النفسي والدعم الاجتماعي من خلال أيضا أن فيه بعد الفتاة أو السيدات عندهم مشاكل اقتصادية فبدأنا نعمل مبادرات بسيطة وسهلة تقدر توصل لهم زي مبادرة أسائيس أن هي تقدر تلم بواقل قماش وتقدر تعيد تدورها أخرى وإن بدأنا نشوف مثلا نتفق مع مجموعة من المصانع المصرية أن هي تدينا بواقل أقمشة عشان هم يعيدوا تصنحها ويبيعوها فتقدر تبقى مصدر للدخل ليهم فده نوع من الدعم الاجتماعي لهم والاقتصادي أيضا بدأنا حاملة كسوة وإن كانت الناس بتجيب لنا الملابس اللي هي مستعملة وإحنا كنا بنقوم بالمبادرة بإعادة تدورها وتنظيفها وتصنفها وبنديها للسيدات في مناطق أخرى علشان تقوم هي ببحة فده بقى برضو مصدر للدخل لها ده نوع أيضا من الدعم الاجتماعي أيضا من نوع الدعم الاجتماعي اللي هو رفع كفائتها أنه ممكن تكون محتاجة تدريبات أو كورسات لتناسب بقت العمل فكنا بنوفر لها المدربات في مجال العمل زي السوفت سكيلز والوسط للتواصل والمهارات الإلكترونية وكل ده اللي يقدر يدعمها بشكل أسل أو حتى التسويق الإلكتروني لو هي بتصنع حاجات في بيتها بس مش عارفة إزاي تقدر تسوقها كنا بنجيب لها اللي يقدر يساعدها إزاي تقدر توصل الرسالة بشكل صحيح للفئة المستهدفة فضيقدر تزود من مبيعاتها الأفكار هيلة جدا والتنفيذ هيل جدا إحنا سعداء وجودك معنا دكتورة رحاب حقيقي وسعداء كمان بيئة المجهود المبزول كل شكر لكي الدكتورة رحاب محمود الفخراني المنصق العام لمبادرة أنسي الأهم نورتنا وشرفتنا شكرا جزيلا شكرا لحضرتكم شكرا نفا مرسي